مجزو الأخبار من قناة المحور أهلا بكم افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وشاهد الرئيس في المنتزجيليا استعرض جهود الدولة المصرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير الأمنة من خلال التطوير الكامل للمناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين بداية من السكن المناسب والبيئة المناسبة من بنية تحتية تشمل المدارس والخدمات المختلفة وخلال الفيلم حرص عدد من المواطنين على توجيه الشكر إلى الرئيس السيسي بعد التطوير الكامل للعشوائيات والمناطق غير الأمنة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية وإنه يجب ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهها المجتمع على مدار الأربعين سنة الماضية مشيرا أن الأمر مرتبط بالموارد القادرة على تلبية المتطلبات أعلنت الدكتورة هلزايد وزيرة الصحة والسكان استقبال مليون وسبعمائة وستة وستين ألفا وأربعمائة جرعة من لقاح فيروس كرون المستجد من إنتاج شركة أسترازينيكا وذلك ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاح ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين وقال بيان رسمي لوزارة الصحة إن الشحنة التي تم استلامها هي الثالثة ضمن اتفاقية كوفاكس ضمن أربعين مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعا خلال الفترة القادمة وفي السياق نفسه أعلنت الوزارة تسجيل سبع وتسعين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ووفاة خمس حالات نتيجة للإصابة بالفيروس دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش حركة طالبان لوقف هجومها في أفغانستان فورا محذرا من أن الوضع في أفغانستان بات يخرج عن السيطرة وقال جوتارش إن رسالة المجتمع الدولي للمنخرطين في الحرب يجب أن تكون واضحة بأن الاستلاء على السلطة بالقوة العسكرية نهج خاسر ولن يؤدي إلا إلى حرب أهلية طويلة أو لعزلة أفغانستان بشكل كامل يدخل فريق الكرة بالنادي الأهل في التسعة مساء اليوم اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره إنبي على استدي الأهل والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدور الممتاز ويحتل الأهل المركز الثاني بجدول ترتيب الدور برصيد خمس وستين نقطة بعد أن لعب تسع وعشرين مباراة فاز في تسعة عشر لقاء وتعادل في ثماني مواجهات وخسر مبارتين وفي السبعة مساء يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره الإسماعيلية على استدي الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة نفسها ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد سبع وستين نقطة بعد أن لعب تسع وعشرين مباراة فاز في عشرين لقاء وتعادل في سبع مواجهات وخسر مبارتين يلتقي فريق ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح نظيره نوريتش سيتي ضمن سبع مباريات في الجولة الأولى من الدور الإنجليزي كما يلتقي منشستر يونيتد ليتز يونيتد ويواجه تشيلسي نظيره كريستل بعلس ضمن مباريات الجولة نفسها وفي الدور الفرنسي يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره ستراسبرغ في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية من مصابقة الدور الفرنسي وكان ميسي قد أتم انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة انتقال حرة بعد نهاية عقده مع بارسلونة ومن المنتظر ظهوره للمرة الأولى بقميص فريقه أمام ستراسبرغ اشتركوا في القناة